و جد التحال حضراتكم اهلا بكم من جديد مع الشباب والشباب طبعا اللي احنا بنتمناهم و كل شاب فيهم ليه لونه و ليه موهبته لكن النهاردة معنا يا شابين واحد فيهم عنده موهبة الغناء والتاني عنده البيك بوكس او الاداء الصوتي بطريقة بعض انه بيعمل حركات ببقوا فبتعمل اصوات و بيتحكم في الاصوات دي انه بينغمها و يزبطها مع حكاية الاتنين دول عملوا فيديو لطيف جدا جاب زي بقولوا باللغة الشباب والسوشيال بقى ترند وبقى فيه متابعين و كم متابعين وبقوا من المشاهير و ان شاء الله يبقوا اكتر شهرة و بنرحب بيهم في سلامتك الف سلامة معانا زياد احمد الشهير بزيزو زيكا زياد و معانا حسام منصور الشهير بحسه حس حسه زيزو مين يبدأ بقى فيكو حس ولا زيزو تفضل يا حس تكلمنا مين انت حكايتك ايه الحكاية بتاعت ازاي انا اسمي حسان منصور عندي عشرين سنة الحكاية بدأت بان انا يعني بلعب بيت بوكس من زمان ايه البيت بوكس بقى عشان برصاته للناس البيت بوكس اللي هو صوت يعني بالبق اداء صوتي استخدم اه بتاعي بتاعي بتطلع مزيكة مسلا بس بالبق من بدون اي ادوات مسلا فاني طب ما تديني حتة كده عم هو ده البيت بوكس طبعا انا دخلته مع مع زياد زياد طبعا يعني اه هو يحكي لك احسن بس انا يعني صاحب زياد من زمان جدا عملنا فكرة بسيطة كده والحمد الله جابت ملايين المشاهدات الناس عرفتنا في كل حتة يعني بس والمدارك يعني انتين صحابوا بدأوا حكاية صحوبية بين صحابوا كده احنا قاعدين اصلا في الشارع عرفنا بس بنفسك في الاول ما تاخدناش على الشارع على طول انا زياد اتون وعشرين سنة في التجارة في القلسون بس بغني جميل بغني مش انا مش صوتي حلو انا مؤدي بأدي مهرجانات جميل اللي هي الشعبي انت مخترع بالمهرجانات يا زياد انا بحب انا بعمل مزيكة يعني انا بالزمان بعمل مزيكة بس ما فيش اللي هو ايه فرصة بتعذف ولا بتلحن ولا بعمل كله يعني بلحن وبوزع بعمل بصنع مزيكة المهرجان سمعنا كده يا بتاع المهرجانات حاجة بتاعتك انت اه غير ما يساعدك بقى حس عسام هي بتبقى احلى باشي بقى احنا هنشوف الاحلى بس عايزين نشوف حاجة بتاعتك انت الكارت بتاعك قدموا يلا المشاهدين هي الترند بتاعت انا واحكم شارع غير الترند بقى نخليها المفاجئة الترند يعني عايزين حاجة انت كنت بتحبها بتدندنها يعني انت بتغنيش كل ما غير مهرجانات بس اه وغني سريع شوية زي راب كده زي ايه يعني سمعنا كده زي مثلا لو قلت مثلا اه بص يا ستصل الكلام ينزل يا عور من اللي زد من اللي عب من اللي طور من اللي قلبه جاب وقلت مرة مش هكرر محسوبك زي العب وتفكر فيها في ثانية باحضر هالا هالا من اللي هنا بترفع السلاح علينا ستوب اللحزة هاته هنا نايموا وتفنوا الليلة شد بلاستر يا حالتها الحلوة ماتت تحت باتها ده ترند ليه اخترت السرعة في الاداء ده مش هي الناس حبت كده يعني الناس انت ايه ايه اللي جذب زياد للون ده هي ايه اغاني المهرجانات كده هو ايه الناس حبت اللون ده ان انا طالع بغني بالطريقة دي لقيت اكتر اخبال على المهرجانات 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 ده ليه كتير من المستمعين كتير جدا فقلت انك تاخد اللون ده لو انت هتقدي بقى زي ما حاج بتقول بالزبط يعني مصر كلها دلوقتي يعني اللي بيغنوا اصلا اكتر من اللي بيسمعوا اللي بيغنوا مهرجانات اكتر من اللي بيسمعوا وصوتهم بيوصل على طول يعني على طول وانا قاعد حسام ازاي زيادة اخناعك بقى بالكلام ده هل انت برضو كنت زي وما يال لنفس اللون ده لا يعني انا مش مغني انا اصلا يعني انا مدرب جيم في اتش تو اجيم الفكرة جات ازاي في ان احنا عادي كنا خارجين ده اول فيديو نعمله انا نزلت امتيشان تيك توك ده بيوصل صوتنا للناس اللي عنده مواهبة بيوصل بيدينا يعني اه بزبط او اه بزبط او بتقدي بأداء تنسيلي او بيحرك الشفايف وكلام ده احنا نزلنا بقى حاجة جديدة. يعني احنا كنا خارجين مرة عادي مع اصحابنا. فجلت لنا فكرة ان احنا نعمل يعني فكرة كده انا بالعب بيت بوكس. طب ما هو بيغني شعب. يعني هو بيغني بقى له تسع سنين. فحطينا الفيديو. حطينا الموبايل في العربية كده. فصورنا. صورنا مثلا بتاع خمس دقايق. فجت لقطة. يعني وحنا بنصور ان في بوكس شرطة عدة جنبنا. فالزابط بيبص علينا كده. واحنا مكملين. وانا مكمل عمال على العب بيت بوكس. وازياد وقف اغاني. انتو طبعا مش حاسين احنا عادين اه مستمتعين كده. بنعمل حاجة كده. بالزبط بس احنا يعني احنا ركنين غلط شوية. فهو بس شك فينا. فببص كده علينا. فالزاب بيقول له في حاجة. قال له فقا مشي. وانا مكمل بيت بوكس حتى ما اوقفتش. فانا قصيت بقى اللي هو السبعة عشرين ثانية دول. نزلتهم على تيك توب. اخدوا ترند. resource. متى تسمعونة? انتم الاتنين بقى بالميكس بتاعكم بالترند اللي هو الباحكم شارق يعني. باحكم شارق. اوكي. بين كتب الكلام ده? انا بقت بالكلام. انت بردو يتسام survival. انا بقت بالكلام. عن قناعة ولا خواطر بس ولا ايه? لا هي هي بتى ا هي ببراكتها كده. هي ببراكتها كده. طيب خلونا حضراتكم نسمع ببراكتها كده. اللي جامعاهم والبوكس ما اخدهمش عشانها. بس ممكن نطلب لهم البوكس تاني لو ما عجبوناش. فحكموا معنا على زياد وحسام اللي هو زيزو. حسو زيزو. يلا نشوف حسو زيزو. اه. انا بحكم شارع ايوانا بارع من اللي فيكو هيصد. من قلبه جايبه ينزل. هنولو بقظيفة تيجي في الوش. اصلاك في حرب خسرانة. انا المقاتل وانت بنقبكِش انا عارف كلامي بموي بيلوز بيدخل في دماغك معليش. انا مش هحيل انا لما احضر انت فين زي الافعة كلامي كل اسم من اللي صد ومن الغشم. يابني تشفنا على طول تيجين قدي البنش ينزل يرين. انت عارف انا اللي بسين. كل افعالي في دماغكم بتوين. كل افعالي 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 في دماغكم بتوين في دماغكم بتوين يعني زي الافع كلامك سم يا ساتر يا ساتر ايا الناس حب ايه الكلام اللي هو ايه الناس كني بتكلم على حد ايا الناس مبسوطة اقوبك بالحكاية دي طب انتم شايفين ان الرتم ده احيانا ممكن يوتر مش بس يطمن يعني مثلا كان زمان اغاني الطرب لما ناس تقعد تسمع الستة والدندن معاها فبتندمج لدرجة ان قالوا ان الشعر كبير احمد رامي وكان بيكتب لها اغلب الشعر كان بيندمج واصل لحالة من النشوة كده من الغنى دركة ان كان بيقعد يدندن هو مغمض عنيه حتى بعد ما الستة تبطل تخلص غنى وتمشي انتوا بقى الرتم ده مع الكلمات اللي ببركتها زي ما انت قلت اللطيفة دي شايفين مدى اقبال الشباب عليها ايه كبير جدا عن قناعة ولا تقليد لا مش تقليد هو كله دلوقتي الناس كلها معظمها احنا كشباب والجيل اللي احنا فيه دلوقتي ده كله عايز ايه رأسه وغنى والكلام ده يعني كله بيدور على ازاي يفرح ازاي 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 ارقص فرح ازاي اعمل فرح واحنا حاجاتنا بسيطة يعني فاحنا لما منيجي اقول لما منيجي نسجل مش مش مروعتمد مثلا على ايه مروعتدات صوت واجهزة وستوديو لا انا ممكن اسجل بلابتوب ومايك اه يعني انت بتقول ان موهبتك اه الامكانيات مش هتوقف مش انها تبقى عائق ان موهبتك تطلق لا خالص وانك انت بتبقى عامل ده بهدف انك تعمل بهجة او فرح بالزبط او تعبر عنك تشارك ازاي اصحابك او مجتمعك او اهلك في فرحة في حاجة زي دي بالزبط يعني انت لو حبيت تغني الواحد ناجح مسلا اه حصل على الصنوات العامة اه خد بكالريوس او كده هتعمل له اغنية مخصوصة اعمل له اغنية اه اه بنفس الرتم ونفس الطريقة اه ممكن حاجة مختلفة برضو عايزة يعني برضو زي ما تيجي يعني بطلح حاجة حلوة اه غير يعني انت عايزك تخلينا نتاخد كده في حتة بالا انا بقول صحة بيت بوكس طب يلا سمعنا بيت بوكس كده خلينا نطلع تفرحنا كده بحتة لطيفة بعيدا عن انا بحكم شارع خلاص الشارع ده اتحكم مشوب شارع غيره وانا فيه امتحك على كل من معانا خالد اتصال اهلا بيك يا خالد خالد اهلا بيك طيب لغاية ما خالد يجيب اهلا يا خالد اهلا تزيق عامل ايه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخبارك ايه او زياد وحسام زياد وحسام زيزو حسو زيزو زياد باترك في حاجة بتير او ربنا نطفاو من ايام او مع رجلنا طروش وانا بعرفو واحسام ربنا نطفاه في الجينة اللي شغل فيه وانا سيف خالد اجد اقلاء سيف سيف صاحبنا سيفgen فيك سيف خالد تمام يا سيف سيف عايزينك تقول لولدتك النهاردة كل سنوية طيبة وكل الامهات اللي من خلاتك او عماتك او حتى جرانك كل سنة هم طيبين. وانت يا حابب انك انت تشجع وتدعم اه حس وزيزو. وبتقول مهرجان كان اسمه مطروش. طيب. شو كان خالد خلينا نسمع منه معكات مطروش دي. ها. تي اغنية عملتها? زمان. زمان عملتها وسبتها. نجحت يعني لوحدها كده. عملتها وسبتها? عملتها وما يعني سبتها عم نار والافتلية. لا لا لا. اللي هو انا ايه? انا سجلت اغنية. جميل. ورفعتها عن ند. وكنت لسه بادئ. فاكرها? فاكرها اوه. طب قلها لنا كده? اه. طبعا. اه. يلي انت شايل منا حب اقول لك كلمة. حلبسك جزمة ونيمك على حجر ننة. كله اصلا عارف الفرق اللي بيننا. الكل يجري هنا وما حد استبقنا. مزيكة هي بارنة فوخ. ايه? هنزل عالج زي الصاروخ. ولا دراكي ولا حبة حبة. ايه? اسمع باوة رياض هتدوخ. اسمع باوة رياض هتدوخ. طب بيتهموا بعض الشباب اللي بتغني نفس اللون انه هانا بيستخدموا كلمات خارجة او تعبيرات غير مقبولة. اه ده هاي. تقول لهم ايه بقى? ده هاي. يعني هو. يعني خاصة مسلا سمعنا اغاني بتتكلم او بتتجسد حالات الابمان واستخدام المخدرات والسكر والحاجات دي. اه فيه فيه. هل انت مع دول? هل انت تلفظ هذا الفن? لو فيه الفاظ والكلام? لا. لا. يعني لو فيه حاجة هدفة بس اقدر اوصلها في فكرة المهرجان او الاغاني الشعبي او او مزيكة النوع دو او هعملها. بس انا اقدم حاجة. يعني انت شاف ان لازم تبقى حاجة او رسالة. اوصل رسالة. اوصل بس اخدام الاداة اللي بتستمع دلوقتي. بالزبط. بالزبط. لكن حاجات هايفة او فيها اسفاف. لا. او فيها خروج ده. لا لا لا. طيب معنا احمد بن شبرة. اهلو ازاي حضرتك. انا بحاجة بنمسي على الشبراوية كل حباب مصر. وكل جدعاء مصر. احمد بن شبراوية فاخورة طبعا اني احسام منها وزيزو طبعا. فهما معايا من الجامعة وانا بقولك يا احسام وانت وزيزو ما شاء الله عليكم انت رقم واحد والله على التيك توك. فانا بتشرف فقالا ان انت معايا من الجامعة احسام وامن شبرا يعني. بجد. الله نور عليكم وانتبه معايا بجد. شكرا يا احمد لاتصالك والرسالة الايجابية ادعي مليكم. طبعا انا بسمن على كلامك وبأكد على فكرة ان ممكن تقدي فن حتى لو كان مش مقبول لكل الناس. اه لكن هو لون لازم نعترف انه موجود. في كتير بيسمعوه او بيحاولو كمان انهم يقلدو. وزي ما اتحك قلتو كده اللي بيغنوا اكتر من اللي بيسمعو. نبعد عن الاسفاف ونبعد عن الفاظ الخارجة والحاجات اللي ممكن تاخدش الحياة العام. واللي ممكن ما اتعبرش عن يعني بلدنا وعن شبابنا. لان في ناس كتير بتنتقد الشباب المصري انهم بينتهجوا اللون ده. تقولوه الناس ازاي كده. حسام تقولي الكلام ده. يعني اه هو كل واحد يعني عنده هدف مهما كان هيوصله بس هو هيس عليه. اه لون المهرجان يعني يمكن زياد فيه اكتر من شوية بس هو لون المهرجان لون خلاص يعني بقى موجود رسمي. اه في مهرجانات بتجيب السبعة وخمسين مليون فيه اي حد بقى بقى بيسمع مهرجانات لان يعني هو هو اللي بيرقص يعني لما تعيز تفرح بتشغل مهرجان. انت خارج مع صحابك بتشغل مهرجان. في فرح بتشغل مهرجان. عايز تبسط بتشغل مهرجان. فهو لون يعني لون جديد. بين لون الانبساط والبهجة. بالزبط اه خلينا نعترف ان اللون ده خلاص بقى موجود قريدي معانا. يعني ده ما ينفعش. يعني ما نهاجموش نحاول نقباله كده بس ندينه المساحة. بالزبط اه. فيه اه بيبقى فيه شوية عيوب مسلا بيبقى ناس اندر جراوند ممكن يدخلوا الفوز خارجة يعني دعم ما ما منفضلوش. حصل فعلا فيه فيديوهات كليب وفيه كلمات سببت ان اه اه. بالزبط اه. اه. انصحابها تقدموا للمحاكمة وتتحقق معها. بالزبط فطبعا يعني دولنت لما بيعملوا كده ومسلا اغنية شهر بيبقى فيها الفوز خارجة. اه بيقول لأ ده ما جال المهرجانات كل وحش. لا هو مش كل وحش. هو في ناس يعني كل حاجة فعل حلو فعل وحش. ففي ناس يعني مثلا بيقولوا كلام وحش. فيه ناس بيقول كلام حلو. فيه ناس بتوصل قصة. فيه ناس بتوصل رسالة. عن طريق اغنية ثلاث دقايق. عادي. طب زياد انت مش خايف يتقال عليك. انك مغني التكاتك. يعني زي ما بتوقع على مغنيين المهرجانات او اغاني المهرجانات. ان ده ما بتشغل في التكاتك تحديدا مع كامل احترامي لاصحابها والناس اللي بتشتغل معا فيها. لكن انا بتكلم على فكرة اللي هي من ضمن الحاجات السريعة في حياتنا. ولبقى اتمنتشرة جدا في حياتنا التوكتوك. فقالوا عن اغاني المهرجانات ان دي اغانية تكاتك. يعني مثلا لو انت تقال عليك مغني في الاوبرا. فيه ناس بتفتخر بدا. لكن انت مش خايف لو يتقال عليك انت مغني تكاتك. هو قال اه. قابلت ده ازاي? لا انا يعني ما محطيتش في دماغي اي حاجة مكتب. ده ما منعكش لك تكمل. حابب الحاجة اللي انا بقدمها وبرضو بوصل رسالة مش بعمل اي حاجة وخلاص. يعني برضو اتعرفت وكده. لا اهوصل رسالة. طبعما فيه فيه اطفال صغريب يسمعوني. لا انا هعمل حاجة عشان تتسمع. طبعا. ممكن تعمل حاجة لاطفال? طبعا. عملت حاجة. لأ ما عملتش. بس ان شاء الله يا عربي. بس انا عايز اقول حاجة. هو حتى يعني لو لو لقب على زيد ان هو مغني اه تكاتك. هو. انا بقول تعبير. ايو انا فاهم. انا فاهم. انا فاهم. بس برضو انا عايز اقول حاجة ان برضو صواية تكتك ده يعني هو برضو رابل. يحترم. انا فاهم انا فاهم. انا فاهم بس. انا مش بنقلل من قدر حتى. انا بنقول. ان من الحاجات اللي بتتقال على مغنيين المهرجانات. مم. وعلى اغاني المهرجانات. يعني ناس يقولها تعال اسمع عبد الحليم. يقول لك يا سلام العندلين. اه اه. تعال اسمع المهرجانات يقول لك يا عم تسيبك بشغل التكاتك ده. شغل التكاتك اه. ده تعبير دارك بقى وارد. اه. وبيتردد. فانت النهاردة طالما بتقدم الفن ده واللون ده ومقتنع بيه. صحيح. هل ممكن لو سمعت اللفظة ده تقال عليك. او. ولا يأصر فيه. مجازة يتقال عليك. ولا يأصر فيه. هل ده بيقولوا احيانا بتوع البيت بوكس دول بيستخدموا احيانا الموهبة دي في المعاكسة. وفي الترخيم على البنات وفي التحفيل على بعض الشباب. انك انت بتا ربنا اداك موهبة بتقدر بتعمل اكتر من صوت. اه. فممكن حياتك ايه بقى تستخدم دول سلك معاكسة. اه. لو لو تقلم تبدأ او تقلق ده. بتردد تقوليه. هو لو تقلي من حد مهم ارد. لو تقلي من عمد الشاب اكيد مش هرد يعني لو تقلي من عادي. يعني انت ممكن تستخدم البيت بوكس وتعاكس بيه. اكيد لا يعني اعاكسها بنت معدية عبلع بيت بوكس ازاي يعني. يا انا عايز تلفط لازهارها. لا اكيد ده ده ده. ده برده من حاجات اللي بتتقالي على البيت بوكس على فكرة. لا يعني اكيد لا. انا قصة يعني انا كلاعب بيت بوكس انا كنت راكن البيت بوكس. لحد ما جات لنا الفكرة. واحنا يعني بنقدم محتوى. ان احنا بنقد ان احنا شهرنا في عربية. فيديواتنا كنا يعني الناس حبيتنا في العربية. اه يعني مليانين الواتساب في اي حتة بلاقي. يعني قبل كده واحدة زميلتي بتقولي ان انا كنت قادة في المقربوزة شفت الفيديو بتاعك انت وزياد جنب واحد بشغله. فالواتساب على طول الواتساب على طول شغال. فدي حاجة فرحنا. حاجة فرحنا. لو واحد بس بيسمعنا. يعني انت فرحان ان يبقى لك مستمعين ومشاهدين. لو واحد. ومتابعين لكل جديد من انت بتنتجه. حتى لو واحد بس. لو واحد بس بيسمعني انا مفسوط انا فرحان. اذا انت بتعمل ده بدافع انك تفرح وتفرح غيره. افرح وفرح الناس. يعني انت بتشاركهم فرحتهم. بالزبط. عن طريق المهرجانات. بالزبط. ايه الهدفة? حاجة عارف اوصلها. حاجة. انا بعرف اعمل ايه? اوصل رسالة عن طريق الحاجة اللي انا بقدمها. ما فكرتش نفسك? خالص. تقدي في اي حاجة تاني? نا خالص. ده انت بتلعب مزيكة? انا بلعب مزيكة اه. ايه اكتر? اه لا تتفق مع ان انت بتعمل. لا اول مزيكة يعني مزيكة على اجهزة والكلام ده على اللاب. مزيكة المهرجان مش لازم برضو. مزيكة المهرجان مسلا اجيب اه كمانجا لايف والعب كمانجا لايف. مجيبش ارج مسلا لايف. لا ممكن كل ده اعمل بمعنة. الاسوات المسجلة بتعمل بيها. حاجات بسيطة جدا. منتجها كده مع بعض. اه. اه. وتشتغل. طب هو نوع من انواع الراب. ممكن. بس مصراوي شوية. ممكن. ممكن تقول كده. بيدي كده. ممكن تغني في مجموعة يعني ممكن تعمل فريق مسلا زي فريق واما. مسلا يعني وتكون لوكوا تغنوا في قصة دي وتشتغروا. يعني انت بتفكر تكمل في المشوار ده انت وحس ولا. اه طبعا. احنا بدأنا مع بعض فخلاص احنا مع بعض. وانت حس هتكمل معا. اه اكيد طبعا يعني يعني بعيدا عن مجال الميديا احنا صحاب اصلا بعيدا عن. احنا صاحب اخويا يعني انا انا بجد. انا بحاول اساوز بس بينكم كده اشياء. اشياء بجدت عايزيه. لو جات لك فرصة انك انت تستخدم البيت بوكس بتاعك في اه موسيقى تصويرية او مؤسلات صوتية في بعض العمال الفنية. هل ممكن تعمل ده? يعني انا مسلا عايز اقول لك اديني كده بعض من البيت بوكسي حسستني بالفرحة. الفرحة? اه يعني. هو ممكن نقولها في اغنية بس. اه. كبير. لكن كمسر ماينفعش واحد. اه اه. او اديني مسلا حتى بيت بوكسي حزيني. ماشي. ممكن اعمل اه اه مزيكة شمس الزناتي. طب سماعنا. ممكن تعمل حاجة تاني غير شمس الزناتي. يعني انت عشان دربت على ده في عملته. هل ممكن تعمل بعض? اه هو هو يعني بالتدريب. بالتدريب اه بالتدريب. الفترة اللي جاء هنعمل ايه? هنعمل مزيكة. مزيكة فاضية. وهخلي حسام يحط فيها البيت بوكس. دي حاجة برضو. مزيكة فاضية. مزيكة فاضية. مزيكة فاضية. باللون باللون بتاعي. ده مش هتغني بقى. لا لا لا. يعني انت هتطلع حسام. هتطلع حسام برضو. خفزيات شوية. اه. بالزبط. حسام يزهر. بالزبط. بس برضو اسمه في التوزيع وفي كل حاجة يعني. طب انتم عملتوا حاجة بتقولي عليها كنا قبل من نطلع عاوة. اللي هي كلام بغبغانات ولا بغبغان? لا. سوتك بغبغان. سوتك بغبغان. اه. دي بتاعت البوكس شورتة. ايه بقى السوتك بغبغاني. اتكلم انت بقى. اه زي ما زي ما حكيت لحضاريتك كده. دي اللي البوكسي كان هاخدته فيها. اه بس بطي. دي اول فيديو نعمل له بابا. بس سوما لا يا بغبغانات راح ماشي على طول. اه. اه. بس سمعونا كده ولا? ماشي اوكي. صوتك بغبغان مش مجالك. احط عليك ياض وانت مالك. ما زكتي ايوة انا بصدرها لك. روح يا بابا المخرج ندارك بلزا ست. اسمعني وانا بريك. بسمعك زي الجحشي بوالك بتسمعني بتهيت. تتت ستب، اول شيئك اهاتلى كارت تشيد يا شيء. اوشت اوشت. اوشت دي بذات اتشارت اوشت. الناس ماشى وكلها تقول انتصر اوشت دي الشايعة. اوشت كانت نوقف جمبنا. يعني كان البوكس كانوا يقف جمبنا. اقول ما استمع البوكسة غايب. اوشت اوشت اوشت? اوشت 급 زي pics اماها ما اصدق BLT بص يا نعم؟ مان incluso غريب. ايه كمان الف على اليوتيوب. وبنحضر بقى. بنحضر في اجانية تانية. بس حاجات بقى ايه? فيها رسالة. طب في حاجة حصرين لسلامتك هتقولو انا ولا. حاجة حصرية. في بس حاجة اه ان احنا دخلنا البيت بوكس في مهرجان شعبي. دي اول مرة تحصل مفيش مغني مهرجانات عمل. انت صحاب الصبك في الحكاية. بالزبط اه ان انت تدخل البيت بوكس في مهرجان شعبي ده ما حصلتش. اسم مهرجان بص ياستر. اللي هو نقول حتة منه كده. اه نسمح. بص ياستر صلي الكلام ينزل يا عور. من اللي زاد من اللي عب من اللي طور. من اللي قلبه جابه الت مرة مش هقرر. محسوبك زي العود فكر في افساني واحضر. محسوبك زي العود فكر في افساني واحضر. هلا هلا من اللي هنا بطرفع السلاح علينا سطب اللحزهات وهنا نايموت في نول لا شد بلا سريح حالة الحلوة ماتي تحتي بيت. الحلوة ماتي تحتي بيت. وعامة قبل ما نختم احنا قدامنا ديتين هسمع منكم قد ايه بتبقى مدة مهد يعني ابنية المهرجان دي ولا انت بتبقى رتم وشغال ولما تلاقي تفاعل تزود اكتر لا 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 في الغالبا يعني المدة اللي احنا مشغالين بها تلات دقايق وعشرة ثواني يعني اقصى لا في اغانب توصل سبع دقايق وتمن دقايق بس دول بيبقوا الاسكندرينية اكتر طب انتو بتتبارس ازاي او بتتسابقوا فين بالمهرجانات دي يعني هل كل شوية في حد بيعمل مهرجان مثلا الاغاني دي مهرجان للمهرجانات بقى او زي بقولوا مسابقة للمهرجانات مش مسابقة بيبقى انا مثلا نزلت اغنية فاتشهرت خلاص يبقى التاني نزل اغنية اتشهرت كده بتبقى التبادل انت انا سمعت رجانية بتاعتي اشتهرت ونتك انت اشهر ناس من من اللي بيغنوا ما رجالت بيسمع لهم مين في المجال بتاعنا اه يعني سادات سادات وففتي دول اشهر ناس اوكا ورتيجا طبعا الناس المعروفة اللي التعرفت بس وانت مقتنع باللي هما بيقدموه ونفسك توصل لحجم شهرتهم اه طبعا تمام بتاعنا بيه حسام يعني هل بتمارس الهواية دي بس عالناها هواية هل لو احترفت مزيكة او بتايت تلعب في التوزيع المزيكة توزيع المزيكة او كم ممكن اه هو انا بحب البيت بوكس كموهبة يعني دي كانت موهبة بس اكيد يعني مش عشان انا بلعب بيت بوكس بقى دي حياتي لا يعني انا البيت بوكس دي الموهبة انما الشغل يعني انا زي ما قلت حددك انا مدارك في اتشتقو اه فدي حياتي انا بدرب بقى لاربع سنين اونلاين ترينر بتابع ناس من المنصورة ومن دمنهور ناس ما شفتهاش قبل كده اه بعمل لهم ترانسفورميشن وبنزلهم فدي شغلي انما كموهبة ان انا بلعب بيت بوكس زيزو بتاعلم بيه عشان نختم؟ باحلام ان انا طبعا انجح في دراستي دي اول حاجة دي اول حاجة دراسة دي حاجة دراسة دي اهم حاجة عشان والدتي برضو والدي افتاق روبية الدراسة وانا كنت مدرب تنس طولة يعني انا وهرجع متعدن المواهب اه والتنس طولة بالنسبة لي دي حاجة يعني رقم واحد برضو ختاما باشكر حس وزيزو شكرا وبتمنى لكم مزيد من النجاح والانتشار شكرا وكنتوا معانا في فقرة لطيفة وبقول لحضراتكم وبذكركم لكل امهات مصر شكرا يا امي وشكرا لكل ام وكل عيد لامه وانتوا طيبين واعياد مصر كتير علينا ان شاء الله مع عيد الربيع ونشوفكم دايما في سلامتك الف سلامة وننسيب في حياتكم على موسيقى موسيقى